المساء من سكاينيوز عربية مع ماجد الفارسي فصل جديد يفتح في انتهاكات الحوثيين في اليمن منذ الانقلاب الذي نفذوه ضد الحكومة الشرعية في مثل هذا الشهر عام 2014 وقاع هذا الفصل يلعب بطولتها المئات من اللاجئين الأفارقة الذين احتجزتهم سلطات الأمن في محافظتي عدن وشبوة وغالبيتهم يحملون الجنسية الأثيوبية ممن قدموا إلى اليمن عبر البحر والذين تؤكد الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي جندت بعضهم للقتال في جباهتها تزايد تدفق اللاجئين الأفارقة إلى اليمن أثار مخاوف من انخراطهم في الحرب القائمة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح معظم هؤلاء من الأثيوبين يصلون إلى سواحل شبوه وعدن ويؤكد مسؤولون يمنيون تجنيدهم من قبل الحوثيين الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا العالم إلى دعم اليمن لمواجهة تحديات مشكلة اللاجئين والمهاجرين وقال إن ميليشيات الانقلاب تستعمل بعضهم للقتال إلى جانبها كمرتزقة السلطات الأمنية في عدن احتجزت في اليومين الماضيين المئات ممن يحملون الجنسية الأثيوبية في مناطق متفرقة من الشريط الساحلي وباشرت باتخاذ الإجراءات قبل ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم حسب ما وردتنا من معلومات أن هؤلاء الأشخاص يجيؤون ويذهبون إلى مناطق رداع ومعرب وغيرها من مناطق الشمالية وهناك نتيجة الحاجة ونتيجة ظروفهم الصعبة يستغلونهم الحوثة ويغمون بتجنيدهم في جبهات الغتال بعض اللاجئين يقولون أنهم جاءوا إلى اليمن للعمل وبحث عن حياة أفضل غير أن جهات حكومية شككت في تلك الرواية وأكدت مصادر أمنية وجود مقاتلين أفارقة في صفوف ميليشيات الحوثي واعترفوا بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية في بلدانهم الإفريقية قبل إدخالهم وتهريبهم إلى اليمن بصفة لاجئين وذلك بهدف ضمهم إلى ميليشيات الحوثيين العسكرية لدعمهم والمشاركة في القتال والحديث عن هذا الموضوع معنا من الكويت الكاتب الصحفي السيد محمد السبتي ومن القاهرة الكاتب والباحث السياسي السيد عبد العزيز المجيدي أبدأ مع الأستاذ عبد العزيز المجيدي أستاذ عبد العزيز هنا سؤال يطرح ما حجم استغلال الأفارقة من قبل المتمردين في الحرب في اليمن مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم أعتقد بأن مسألة تقنيد الأفارقة اللاقيين الأفارقة إلى اليمن أمر ليس جديداً هذا الأمر كانت حكومات المخلوع علي عبدالله صالح في أثناء الحروب الستة السابقة في صعدة كانت تتهم الميليشيات بتقنيد الأفارقة في صفوفها خلال الفترات الماضية تم القبض على كثير من المجامع من هؤلاء الأفراد حتى في بعض القبهات في قبهات أيضاً تقريباً في مأرب حصل القبض على مجموعة من هؤلاء الأفارقة وفي مناطق أخرى كانوا في طريقهم إلى مناطق المواقهات الميليشيات لم تتورع عن استخدام واستغلال هؤلاء ومعاناتهم وتحويلهم إلى مجهود حربي لطعامهم فقط ومنحهم الطعام والشراب الميليشيات أيضاً مارست كل أشكال الاستغلال ربما لهؤلاء الأفارقة هي تحاول تغطية نقصها والنقص القائم في صفوفها بالمقاتلين ومؤخراً كما لاحظنا قامت بتوزيع مقاطع فيديو لتقنيد نساء تأكيد على مسألة النقص الكبير في صفوف المقاتلين الميليشيات ولكن ما حجم هذه المشاركة من قبل الأفارقة واستغلالهم في حروب المتمردين ضد الشرعية؟ لا أعتقد أن أحداً يمتلك بيانات واضحة في هذا القانب المسألة معروفة بالنسبة لللاقيئين الأفارقة رغم الحرب الشرسة الموجودة في اليمن لا زالت اليمن وقهة رئيسية لألاف اللاقيئين من الصومال وأثيوبيا وهؤلاء بالتأكيد وتحديداً في المناطق التي سيطر عليها الميليشيات في الساحل الغربي ولا زالت هذه المناطق تسيطر عليها الميليشيات وهذه السواحل هي وقهة رئيسية أيضاً لللاقيئين من منطقة القرن الإفريقي بالتأكيد سيتم استغلالهم وتقنيدهم للقتال في صفوف هذه الميليشيات وهذا تبتع عملياً من خلال الكثير من الأنبال التي تحدثت في هذا القانب بالإضافة إلى القبض على مجامع من هؤلاء لكن أحداً بالتأكيد لا يستطيع أن يحدد حقم هؤلاء الأشخاص في صفوف الميليشيات ولا عددهم بالضبط طيب أستاذ محمد سبتي دخول الأفارقة إلى اليمن هو يعني عبر التهريب خصوصاً هي مسألة قديمة كيف تحورت وتغيرت إلى استخدامهم في الحرب من قبل المتمردين يعني بالنسبة لنا نقول أنه من لم يتورع على استخدام السلاح والسيطرة على كامل أرض اليمن وفرض قوة السلاح على كل مؤسسات الدولة في اليمن بل وفرض الإقامة الجبرية حتى على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع والوزراء عموماً والسيطرة على البنك المركزي من لم يتورع عن مثل هذه الأعمال بلا شك لن يتورع كذلك عن استغلال مثل هؤلاء اللاجئين والأهم كذلك استغلال أطفال اليمن في الحرب واستغلال نساء اليمن في الحرب بل وقتل وتعديب كل من رفض مثل هذه الأعمال لذلك من المنطق في عقول هؤلاء وطريقة تعاملهم مع الشعب اليمني أن يتم استغلال بعض اللاجئين الأفارقة خاصة في ظل النقص العددي كما ذكر أضيفك الكريم هناك عدة انتهاكات أظن نحن بحاجة اليوم إلى مراكز لتوثيقها لأننا من نافلة القول أن نتناقش عن انتهاكات الحوثيين في أرض اليمن طيب سيد عبد العزيز بالأمس تحدث الرئيس اليمني في اجتماعات نيويورك الجمعية العامة في جلسة خاصة للاجئين والمهاجرين كان هناك حديث عن استخدام الحوثيين للأفارقة خصوصا الصوماليين منهم هنا سؤال لماذا الصوماليين والأثيوبيين بشكل رئيسي أعتقد للمسألة علاقة وارتباط بالنشاط الإيراني أيضا في المنطقة القرن الأفريقي معروف أن إيران استأقرت جزرا في البحر الأحمر لتقريبا جزر أرتيرية وتقوم بتدريب الكثير من الميليشيات في هذه القزر أعتقد بأن إيران تتغلغل أيضا في كثير من مناطق القرن الأفريقي وهذا أمر بات واضحا ربما نشطت في هذا القانب وتقوم بعملية ربما تقنيد ممنهج ربما باستخدام لافتة اللاقيين وهذا أعتقد بأنه أصبح أمر ثابت كثير من الأنباتة حدثت عن استئجار إيران لجزر في مناطق على البحر الأحمر هذه القزر تستخدم كما قلنا للتدريب ربما تستخدم أيضا لاستغلال حاقة الكثير عشرات الآلاف من هؤلاء الناس في مناطق الصراع ونتيقة الفقر في الصومال تستخدمهم أيضا للقتال في اليمن والتقنيد في اليمن وربما الكثير منهم يتعرضون للاستغلال في الأراضي اليمنية وهذا أعتقد بأنه أمر ممكن سيد عبد العزيز عندما يصل هذا اللاجئ أو المهاجر إلى اليمن كيف يتم إقناعه في الدخول للحرب هل هي وسيلة مادية وسيلة فكرية ما هي الوسيلة هنا لا أعتقد أن المسألة غانب فكري هناك غانب آخر مرتبط بحاقة هؤلاء الناس للحصول على الطعام والشراب لا أحد يدري بالضبط ما هو الحال الذي يعيشه الكثير من اللاقيئين كثير من اللاقيئين يقطعون مسافات مئات الكيلو مترات حتى داخل الأراضي اليمنية وكنا نشاهدهم عندما كنا في اليمن نشاهد هؤلاء الناس وهم يقطعون مئات الكيلو مترات داخل الأراضي اليمنية على أرقلهم هؤلاء الناس بالتأكيد سيتم استغلالهم حتى من خلال منحهم بعض الأكل والشرب وربما بعض النقود وبالتالي أعتقد بأن هذا الأمر سيتم غير هذا هؤلاء الناس سيتم إكبارهم بالتأكيد بالذات فيما إذا لو دخلوا من المناطق التي سيطر عليها الميليشيات وبالتأكيد سيتم إكبارهم على المشاركة في القتال والانخراط في العملية الحربية للميليشيات بالتأكيد ما يقري متعدد الأوقف هناك كثير من الأنشطة لهذه الميليشيات تستخدم من خلالها وسائل كثيرة لقصر هؤلاء على المشاركة في العملية الحربية طيب سيد محمد واحدة من أكبر المشاكل هي مسألة حماية السواحل اليمنية إلى أي مدى هناك قدرة لسلطات اليمنية الآن في حماية السواحل اليمنية من دخول هؤلاء إن كانت القدرة قد زادت في الفترة الأخيرة بعد قيام الحرب في اليمن لكن لا أحد يستطيع أن يقول أن لها أن تسيطر تماما على مثل هذه السواحل السواحل خاصة وأن الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح ما زالوا يسيطرون على جزبنا الأراضي اليمنية هذه حرب واليوم يعلم الجميع أنها حرب مع جهة غير نظامية هذه ليست دولة أنت تحاربها بالتالي لا خطوط حمراء لمثل هذه الميليشيات فهم على استحداد بالاستخدام أي أفعال قد تحقق لهم انتصارات على أرض الواقع اليوم السيطر على مثل هذه السواحل في ظل وجود هذه الميليشيات التي تسيطر على بعض أراضي اليمن وبالتالي تسيطر على بعض سواحل اليمن ولا ننسى ما ذكره ضيفك الكريم أن هناك عنصر مهم التدخل الإيراني ومحاولة تغلغله داخل الأراضي اليمنية عن طريق هؤلاء سواء كان عن طريق الساحلي حتى عندما كان يهرب بعض الأسلحة أو الضغط السياسي وجود عامل خارجي وهو إيران لمحاولة دعم هؤلاء السيطرة على بعض الأراضي اليمنية بما في ذلك سيد محمد كيف تدعم هؤلاء اللاجئين أو المقاتلين الأفارقة للدخول لا أنا أقصد تدعم الحوثيين اليوم وبلا شك كما ذكر ضيفك الكريم أن هناك دعم لإيران لهؤلاء الحوثيين بالتالي هي كما أشار ضيفك تشير كثير من التقارير أن إيران تتغلغل منذ فترة في دول القرن الأفريقي وفي بعض الدول الأفريقية وأضيف على ما ذكرها ضيفك الكريم هناك كذلك قرب جغرافي يجب أن لا ننسى وجوده ما بين اليمن وبعض الدول الأفريقية وهناك علاقات ممتدة منذ الزمن ما بين كذلك اليمن وأثيوبيا وغيرها من الدول هذه العلاقات الممتدة عبر التاريخ ووجود سبل تواصل اقتصادية وغيرها إضافتنا للقرب الجغرافي ثالثا وجود إيران في هذه الدول عبر سفاراتها ودعمهم للحوثيين تشكل سلة كاملة من ما ذكرته في البداية أن السيطرة على مثل هذه السواحل مع وجود الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح على بعض الأراضي اليمنية قد لا يكون تاما لقوات التحالف أو غيرهم طيب سيد عبدالعزيز هذا الاستغلال استغلال المتمردين لدخول الأفارقة وتجنيدهم إلى أي مدى يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان أو حتى أسباب محاكمة مستقبلية للمتمردين في اليمن أعتقد أن هذا القانب مرتبط بدرجة رئيسية على المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن وأيضا أعتقد أن نشاط الحكومة اليمنية في هذا القانب مهم موضوع الانتهاكة التي مارستها الميليشيات على أرض اليمن تحديدا مهولة وبشعة لدرجة مخيفة يعني عندما يتم مثلا قصف المدنيين بشكل جماعي قنص النساء والأطفال وهناك بحدود ثلاثمائة وسبعين طفل قتلوا خلال فترة ستة أشهر فقط في اليمن هناك أكثر من ألف بحدود ألف ومائتين شخص قتلوا خلال ستة أشهر في اليمن بطريقة استخدمت فيها الميليشيات كل وسائل القتل والتعذيب للناس هناك صحفيون مختطفون حتى اللحظة والأمم المتحدة تتفرق فما بالك أن يتم استخدام أشخاصهم في النهاية وفدوا إما بحثا عن بقايا حياة في بلد يعاني من الحرب وإما لأنهم في النهاية يبحثون عن أي فرصة حتى لو اضطروا لحمل السلاح من أقل القتال والارتزاق من القتال بالتالي موضوع الحرب الممنهقة على اليمينيين واستخدام كل الوسائل البشعة في انتهاك حق اللاقيين وغيرهم أعتقد بأن هذا منوط بمنظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة هذه المسألة ليست قديدة كما قلنا هذه المسألة مرتبطة بنشاط ممنهق للميليشيات بدأ من الحروب الأولى في اليمن وبالتالي استمرت هذه الميليشيات في استخدام هذه الورقة بشكل قدر ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة طيب السادة عبد العزيز المجيدي والسادة محمد السبتي ابقوا معي بعد هذا الفاصل نواصل هذا الحوار اشتركوا في القناة